بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن المتأملة للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة يجد أن الوصية تكون للوالدين دائما تكون وصية بالوالدين بالإحسان إليهما وبالرفق بهما وبحسن معاملتهما لكن في الغالب لا نجد هذا الأمر في الجانب الآخر أي الوصية بالأبناء أي أن يوصي الشرع بالأبناء كما أوصى بالآباء وبالوالدين وهذا من اعتبار الشرع لداعية الطبع فإن طبع الوالدين الذي فطر الله تبارك وتعالى عليه الأب والأم أنهم في رفق وشفقة ورحمة وحب للخير ورعاية لمصالح الصغير وهذا بخلاف أن يقوم الشرع بالتوصية العكسية أي وصية من الآباء للأبناء ولكن في الحقيقة أن هناك توصية بطريقة غير مباشرة ودائما ما يكثر الكلام عن الوصية بالوالدين لكننا اليوم سنتكلم عن الوصية بالأبناء والوصية بالأبناء لها صور فمن صور الوصية بالأبناء حسن اختيار الزوج وحسن اختيار الزوجة وهذا يكون قبل الزواج ابتداءا فأرشدنا الشرع الشريف فقال إن الرجل إذا أراد أن يتزوج فقال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فجعل الدين والخلق وقال عن المرأة أن المرأة تزوج لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال فاضفر بذات الدين تربت يداك فهنا الوصية بالأبناء أن يحصن الرجل اختيار أم لأبنائه وأن تحصن المرأة اختيار أب لأبنائها ومن صور رعاية حق الأبناء والوصية بهم أن يحصن الوالد اختيار اسم أبنائه وهذا ما أمرنا به الشرع الشريف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحصنوا أسماءكم فإنكم تدعون يوم القيامة بها وقال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء ما عبد وحمد أي عبد الله وعبد الرحمن أو محمد وأحمد ومحمود فمن حقوق الأبناء أن يختار له الوالد والوالدة اسما طيبا حسنا ومن صور رعاية حق الأبناء والوصية بهم رعاية شؤونهم المادية والمعنوية أما المادية فكما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كثى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي رواية أن يضيع من يقوت من يجب عليه أن يدفع لهم وأن يجهز لهم ما يقتاتون من هذا في جانب الرعاية المادية والرعاية المعنوية أهم فالواجب على الوالد والوالدة كما يهيئون للابن والابنة معيشة طيبة صالحة عليهم أن يراعوا تربيتهم وتنشئتهم على تنشئة صحيحة وخلقية مستقيمة كما أراد الله تبارك وتعالى حتى يكونوا نماذج صالحة في المجتمع وفي هذا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاية حق الصغير في التربية والتوجيه فقال مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء سبع صنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فالأمر ليست حقوق مادية وحسب ولكنها رعاية والرعاية المعنوية أهم ومن رعاية حق الأبناء أيضا عدم التفرقة بينهم في المعاملة لا في المعاملات المادية ولا في المعاملات المعنوية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال سووا بين أولادكم في العطية إذا أراد الإنسان أن يعطي أبناءه على عين حياته فليساوي بينهم في ذلك والتعليل كما قال صلى الله عليه وسلم أيا سرك أن يكونوا لك في البر سواء وكذلك في الحقوق المادية والمعنوية من الرعاية فلا ينبغي بحال أن يميز أحد الوالدين أحد الأبناء بشيء حتى في القبلة فينبغي أن يساوي في هذه الأمور لأن هذا الأمر يجعلهم من النمازج الطيبة الصالحة التي تخلو من العيوب نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أولادنا وفي ذرياتنا وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يفتح عليهم فتوح العارفين اللهم أقمنا بالحق وأقم الحق بنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين